النادي الاهلي مثلا في الفترة الاخيرة معهم مدير كورا على اعلى مستوى اه طبعا سيد عبدالحفيز منجح اي حد عنده خبرات يعرف يتكلم انت ويعرف اسكت انت ويعرف لا مدير كورا قوي بس انت عرضك لاحظ لاحظ مش عايزة طبعا النادي كبير ما بيقفش عالك مع ادارة طبعا اه لكن لاحظ من الفترة اللي كان بييجي ونديم ذكرها كويس اما كان بييجي سال عبدالحفيز حتى لما كان من ايام منوالجوزي وكان لسه بادئ وهو بدأ مدير كورا في البداية مع منوالجوزي ويكتسب خبرات كان بيمشي هو زاكي جدا يعني جدا فبييجي حد تاني اين كان كل الناس محترم فتح سلمشاكل وبعدين يرجع يجبوه تاني فالدنيا تنظر ابو الزباري وشخصي فحتى في الفترة الاخيرة قبل ما يتولى المسؤولية هو برضو كان فيه مشاكل قبل ما يتولى المسؤولية نعم رجع عشان نفس الجزائية فالدنيا اه الضبط نعم فهنا هل سيد عبد الحفيز كمدير كورا بيبقى ضره اعلى من المدير الفني في وقت من الاوقات لا طبعا لا بص مدير الكورا يعني يعني فيه ناس كده جدا مش عاد فعنين بدور كورا اصلا محب محب زي بقول من الاخر جابتنا حمزة اخد الكورسي بتحكي بتنظر ده لا لا والله انا انا هسألك وظيفي بدور كورا ايه اول حاجة هي حلقة الوصل ما بين الادارة والجرفن بس اه ده في ابتداء ده في كتب ابتداء لا ايه حاجة هيقول كده اه صح طب اه صح لا مش كله بقول كده هو حلقة ايه حلقة الوصل اه لا بجد مدير الكورا ده ليه فيه مسئوليات ومهام فيه مسئوليات ليه ومهام عشان اتكلم فيها انا عندي مثلا اعمل له مثلا حوالي 20 نقطة بيتكلم فيهم ليه مهام مالية وليه مهام اعلامية وليه مهام اه ادارية وليه مهام فنية انت تتكلم بقى في الفنية انا هتكلم في جزئية واحدة رأيه الفني استشاري يعني ممكن انا اقول رأيي في لاعب اخد بيه او ما اخدش بيه كم انا كاكدش بقى اخد بيه او ما اخدش بيه بس زود انما رأيه مش اكباري لا انا ما اتكلمش اكباري لا انما وهو سيد رأيه اقوى من المدير لا 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 انا متكلم كمدير كورة انا متكلمك على انجح مدير كورة انجح مدير كورة اللي هو سيد عبدالحفيز اطبعا على يعني انا مش عايزة اطول في سادي في الكلام بس لا اولا انا بديدي له حقه انا عجب له بصراحة لا اولا ده حقه يعني بطولات مشاكل رائلة انت بيحط ضغطه على المنافس بتصراحاته ده هي اللعبة ازاي تعمل اعلاميه بالزبط فانت بتتكلم في بطولات بتتكلم في اشتغل مع مدير لا اولناس بس يعني فيه جزئية انا براحزها في كابت سيد اه طبعا اداريا والخبرات وكلام ده كله لكن هو امين جدا عنده امانة غير مع اي مدرب بيتولى المسؤولية في نقل يعني في التحضير في التجهيز بالنسبة للعيبة بالكلام ده كله طبعا طبعا انت بتريحني كمدير فني ما ليه انما مثلا رأيه اقوى من المدير الفني لأ لا احنا بنقولش رأيه لان هو اصلا ما بيندخلش في الامور انا شفت الجزئية دي لوحدها بس كده من المهام بتاعته حاجة واحدة بس فنيا ما انا مش هجب مدير كرة مش فاهم حاجة خالص يعني فنيا لا يبقى يعلمين وماليا واداريا وهو هو المسؤول وهو 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 اللي مع الادارة وهو مش مش حلقة الواصل احنا بنقولها كده حلقة واصل يعني يجب من هنا يودي هناك واللي هناك يوديه انا بس لا خالص لا طبعا ده مديره الكرة يعني او روح يجيب مكافأة ما ايديه اي ده يعمل كده وده لي خمسة جنيه وده لي الف جنيه وده متينه ايه ايه اقبط واقبط بعينا بقى لا احنا عاركينا خمسين سنة وره هو ده اللي حردك كنت تقصده في البيرامدس السيكرة على قط اللبس لا قط اللبس انا انا معرفش ماشاقيني ازاي طبعا لا يعني انا مش داخل جوه هل هي مدير كورة ولا مدير فني؟ لا قط اللبس دي يعني ازاي تدرها اللعبين مع بعض هل ده موجود لان انت جاب نجوم ازاي تتحضرهم هل فيه بس الاعداد النفسي لهم مش عالي هل الاختيارات في الاول اصلا كانت عشوائية هل ان انا جبت في كل مكان نجمين واثنين وثلاثة هل مستوى لعمر كبير هل جيه كودشي مركبش الامور كانوا محتاجين مصري مش محتاجين اجنبي هل 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 المفروض ان انا احط الاسئلة دي كلها قدامك ادارة بيراميز اعين كانت الادارة مدير فريق او مدير نادي او او كده وادارة وتبحث ليه انا عندي احسن العناصر هل اللعبين دول ما صنعوش نفسهم هدف الهدف بتاعي توقف ان انا اخدت فلوس انت ممكن يقولك ايه انت هدفك ايه والله انا هدف ان انا عام المسلم ده عشرين مليون ده هدف انت حققت للهدف بتاعك خدت عشرين مليون طب وبعد كده مفيش هدف انما هدف مادي هدف فني هدف منتخب هدف ان انا اخب بطولة هدف كذا 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 ففي ان هدف والاهدف دي تكتب على فكرة تكتب اه طبعا متبقاش جنرال كده اه ان شاء الله لا وتكتب والاهدف دي لازم يكون لها وسائل ويكون لها زمن يكون لها قياس تكتب هدف النادي واضح لو ليك هدف هتوصله ده بيسمون الفيجين او الرؤية او الصورة الزهنية بتاعتك لو ليك صورة زهنية انا صورة الزهنية انا جاي من اسماعيلية وصلت هنا لو انا مني الصورة انا جاي انا دورت العربية ومشيت مش هفرع فين ده اكيدا على كلامك شكرا لكم